الفرعون المتقلق محمد صلاح خاد الجائزة تقديراً لإبداعه الكروي بعد ما قد موسم استثنائي كبير جداً مع ليفربول سجل خلاله 44 هدف في جميع المسابقات اللي شارك فيها بالإضافة إلى جائزة محمد صلاح كالرياض العربي المتميز ده مسمى الجائزة أو فئة الجائزة اللي فاز بيها المعايير الحقيقة اللي خدوا الجوائز دي يستحقوها بالتأكيد يعني سواء هو أو محمد إيهاب أو فريد سكواش أنا معرفش الحقيقة مش متابع أوي إنجازات بنتنا وبطالتنا وده قصور مني نادية عبد الحميد هي مدربة منتخب مصر الملاكمة اللي فاز ب45 ميدالية في مختلف البطولات العربية والدولية والعالمية منهم اتنين برونزية في بطولة العلم للملاكمة فكون إن هي مدربة منتخب ملاكمة وده قيمة هنا مش على المستوى العربي بقى إنها وصلت للأفاق الإقليمية والدولية والدولية بالزبط إذن هي في معايير موضوعية يعني يتخليك فخور ومبسوط إن مصر مازالت تحصد لها الحضور القوي في الجائزة محمد إيهاب الرباع المصري العالمي خد ثلاث ميداليات زهبية عشان كده استحق جائزة الأفضل عربيا في جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي إيهاب واخد ثلاثة دهب في بطولة العالم لرفع الأسقال تصدر التصنيف العالمي في وزن 77 كيلو لسنة 2017 كمان إيهاب كان أول عرب يفوز بتلاث ميداليات زهبية من تاريخ مشاركات العرب في بطولات العالم لرفع الأسقال هو كان فيه إرهاصات لمحمد إيهاب لأنه كان في الدورة الأولمبية الأخيرة عنده ميدالية واخد بالك فطبعا واضح وسنه صغير واضح إنه هو يعني مشروع بطل يا رب يكمل الدورة الأولمبية القادمة عايزين بقى حاجة دهب كده منك محمد قلت الحضرات كنوا نادي عبد الحميد عبد الحفيز مدربة منتخب الملاكمة استحقت جايزة المدرب العربي أفضل رياضي عربي أو الفريق العربي الأفضل كان منتخب مصر للسكواش للرجال بعد ما فاز بطولة العالم 2017 أنا كل شوق كل شوق إن أنا أشوف اللعبة دي مدرجة أولمبيا عشان أشوف هنظل على تفوقنا ولا أول ما تيجي سكت ميداليات اللمبية حيبقى في وضع مختلف يعني أتمنى في الأجيال الزهبية دي نشوف بقى مش معقولة الرشة الطائرة والحاجات دي موجودة في الدورات اللمبية وإحنا سكواش مش موجود يعني طيب الرياضي العربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي كانت الجايزة مستحقة لأربعة من الشباب العربي بينهم أحمد أسامة جندي بطل مصر الواعد في الخماسي بعد ما فاز بالميدالية الزهبية في أولمبياد الشباب في 2018 كما إنه أول لعب في العالم يتوج بثلاث ميداليات زهبية في بطلات العالم للناشئين والشباب وأولمبياد الشباب بص الخماسي دم حيارنا على مستوى بطلات العالم إنجازات رائعة رجال وسيدات نخش في الدورات اللمبية يحصل حاجة يعني نتمنى نشوف هذه الإنجازات في الدورة اللمبية هل أبطال الخماسي بيهتموا بدورات اللمبية في السنة اللمبية أكتر من اهتمامهم بطلات العالم؟ بس في الخماسي أنت في معظم الألعاب بطلات العالم لا تعكس المستوى الحقيقي لأبطال العالم اللي بيهتموا بالأولمبياد الأولمبياد كدورة لا تزال هي الحدث الأهم عنده كل الرياضيين ممكن نصلح لنفسي وليك حاجة الأولمبياد هي الفترة بين الدورتين الدورة اللمبية الدورة اللمبية زي المنديال المنديال الفترة الزمنية بين كسعالم وكسعالم إنما هذه الدورة الأولمبية أو أي دورة أولمبية باستمرار أنت لو عملت مراجعة للأرقام في الألعاب الفردية بالذات الألعاب الرقمية سباحة أو ألعاب قوة أو حتى بقية الألعاب هتبصت تلاقي في الأسقال الأرقام في الدورات الأولمبية غير بطلات العالم ده رقم أولمبي وده رقم علامي الاعتمام الحقيقي بالدورات الأولمبية أصعب معياره أصعب أول المنافسة بتبقى أشد الفخر العالم كله بتفرج على كل الألعاب وقيمة الحدث نفسه وقيمة الحدث والتتويج والعالم بيتابع يعني ده كل لعبة بتروح لوحدها طب العالم كذا بيتابعها جزء من المهتمين باللعبة في الدورة الأولمبية لا ده العالم كله بيشوف الدورة وحتى هنا الخمسطاشر يوم أهم لعبة العالم وأبطال العالم موجودين في بقرة الاهتمام حتى برغم حدة المنافسة والصراع المادي الكبير لكن تلاحظ القيم الأولمبية ما زال فيه إيمان كبير بها حول العالم أنت في كل دورة أولمبية هذا التهافت على المشاركة في الدورة والتتويج وعسف السلام الوطني والحصول على ميداليا نبع من إيمان حقيقي بقيمة الرسالة الرياضية مش بس في الدورات العالمية نعم هي بص الغلاف نفس التركيز كان زمانه عنده أربع ميداليات ذهبية في كل دورات الأولمبية ترجمة نانسي قنقر